أهلا وسهلا لبنات كديري لبس عليكم جاثبا تكونوا مرتاحين إن شاء الله رحمة رحيم إنو في الفيديو اللي غا تكون عبارة على واحد لخبيزة لبنات اللي كتجي رائعة خبيزة بالدقيق القمح الكامل يعني صحية كيف كنقولو أهم حاجة هي الصحة والاقتصاد هذا هو الشعار دينا كتجي صحية وفي نفس الوقت اقتصادية والديدة بزاف وسهلا في التحضير كيف كتشوفوا معي البنات هنا خديت أربعة دي الكووس دي العنبة دي الدقيق القمح الكامل يعني بالنخالة دياله وهنا را تجبت بغيت نديرها وقلت علش لا منصور هاش مع الدريات صفي عاد بديتكن وجد هكا انزعم المقادر اللي غادي نحتاج هكا في الخبيزة ديالي يعني شي حاجة زوينة ومغيرة إذا ما كنبدلوا بها ديك لاغوتين ديال طاجين ولا شي حاجة فران ولا كغطة وفي نفس الوقت البنات كتصبر يعني تقدروا تديروها في ديبات وتحتفظوا بها في المجمد هكا جبدوا تصخنوها را هكا تصبر هنا البنات در تشيد الملحة وشوية ديال البزار يعني المقادر جيد بسات كيف كتشوفوك نحتاجوا فرماجة واحدة مثلتا اي نوع متوفر عندكم كنحتاجوا شوية ديال ساسات صوجة يمكن لكم الاستغناء عليها كنحتاجوا شوية ديال سكر ساندة كيف شتوني ضفتوا دعبة وحد المعلقة صغيرة شوية الملحة وشوية ديال البزار يعني مقادر بسات اللي متوفرين في جميع البيوت غادي ندير الخميرة كيموية او خميرة حبيبات وحد المعلقة كبيرة بحكم انا دبا ما شاء الله كل برد وبنسبة لدقيقة البنات ربعات الكؤوس ديال العنبة يعني ربعات كيسانة العنبة ديال الدقيق صفي هات شي اللي كانحتاجو او زوية اكيد غادي نديروا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت العادية واللي عندو زيت البلدية يديرها كان احسن انا هنا ما متوفراشين ديال البنات صفي دبا من بعد مني در تشميع العناصر غادي نبدن بس بس فيهم بحلحكة نحاول ندخل لدوك لهكا العناصر في بعضياتها حتى كي تجنسو لي جميع العناصر وكي ولي عندي الخالد ديالي هكا محبب كيف كتشوفوا معي كان بس بس هات البنات كان اخدمها مزيان بحل حرشة يعني كيف كتشوفوا هات الفاطرة كتتخدم بحل حرشة سهلة ضغية كتوجد البنات والدي دورة رائعة وزع ما كنا كتدريها بدك شي اللي عندك انا نصحكم البنات هات الفاطرة واللي يديروها في الاخر ديال اسبوع اللي كيتقدر الصمانة يعني كي بقالك من الخضرات ديك حباجو من هنا ما يا مثل الخيزوا وقري هذاك شي كاتجمع دياليك الخضر وكاد testimony vegetable يجب أن تقدي خضر جديد سوف نبدأ الماء من الصنبور سوف نجمع بها العجن سوف نجمعها لا تخافوا من الزراع سوف نعطيه الماء سوف نستمر بالعجن سوف نحصل على أجن سوف نقوم بكثير سوف نجمعها سوف نجمعها نجمعها سوف نستمر سوف نجمعها سوف نجمعها سوف نجمعها نضيف حشوه نضيف حشوه نضيف حشوه نضيف حشوه يجرب ماء نضيف حشوه نضيف حشوه نضيف حشوه نضيف حشوه نضيف حشوه ذهب نرى نضيف الحجوة خلال الحجوة نقوم بإضافة الطون القضاء نضيف الحجوة نضيف الزيت الزيت نضيف موزاريلا وصاندويش نضيف موزارين نضيف موزارين يدخل الفران و نجد زبدة و نجد زبدة طريفة صغر حيش أنتو معارفين أن ما شاء الله الزراع كي كنا شف يعني قدم ملقينا باش هكا نرطبوها رح كتجي رطباء العجين وفتية ما تخافوش منها البنات ولكن داروري من نديرو هكا الحيطة والحاضر معدنا ما نخسرو وخال البنات كتشوفو أنها تشرقت لي متماك رح غادي نقعدها سوف نستمر أنني نوضع العجين ديالي في المول كيف كتشوفو وغادي نصرحها مزيان سوف نبسطها مزيان بديها سوف نأخذ ديك الفاغم ديال المول و لابنت لي واحد العجين هكا شيطا أو غادي غليضا فنقطعها بسكين البنات ما غاديش نرميها أكيد غادي ندير بها واحد خبيزة صغيرة هكا الولدي سوف يستمر تاخدي العجين ديالي لفاغم ديال المول كيف كتلكم وان هكا نقرصها مزيان 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 ففيها عاد ندوز باش ندير على الحشوة بعد ما بردت ليها تماما ما نديروش الحشوة سخونة سينو غادي تقطع لنا العجين البنات ما غاديش تجي مزيانة مويم هاتش اللي كان كيف كتشوفو معي أنا مستمر البنات في العجين كنقدها ففي دبا غادي نجيب الحشوة والبنات وغادي نديرها هكا من الفق ديال العجينة صراحة كتكون ما شاء الله كتيرة وبردت تماما انتم ما كتشوفو ما فيها لدخان لتاشي حاجة يعني كتكون عجينة باردت تماما يعني غادي نستفادة با نقدة فوق المول بكل سهولة غازلتي كيف كتشوفو معايا ما شاء الله يعني كتجي كتير يعني الخبيزة ديالنا غادي تجي عامرة في عذاك الفخوماج مع ديك الخضيران مع دك الطون يعني كتجي لديها البنات وزوينا مادت فيها اللاخ رقوم اللا بابريكا دا جدرت الصوجا كتعتيني لاخولاغ أنا بغيت غير باش نبنان يعني بغيت كل حاجة ندوق المداقة ديالها الحقيقي صافي البنات من بعد ما وزعت دباء الحشوة ديالي على الخبيزة ديالي كاملة كيف كتشوفو غادي ندوزو باش نطلقو الخبيزة التانية اللي غادي دي من الفوق العجين هنا لبنات للأسف لقيت أن ذاك اللقطة اللي فيها أنني طلقت العجينة ودرتها من الفوق مشات ليا ميرا واضحة ومشروحة سمحو لي البنات من بعد ما صرحت العجينة درتها من الفوق وهاكا طويت من جناب جمعتها من جناب سهلة البنات في حالي كنديرو البستيلة يعني را واضحة وشارحة راسا صافي هنا كامدوزة البنات كنت كهم زيان بالفوق شات غادي نزامنتكها كاملة بالفوق شات وغادي ندهنها البنات بصفار ديال بيضاء وشوية ديال الصوجا وغادي ندير لها زلجلان بيض من الفوق أو البواظو أو اللي متوفر عندكم كتديروها البنات ماشي بالضرورة دك شي اللي درت أنا غادي تديروه صافي البنات غادي ندخلها الطيب دابا غادي نشعل عليها الفوق والتحت وغادي ندخلها الطيب على حرارة متوسطة هانتما عشوفوا غازلتي هنا انا اختارت انني ندير لها زلجلان البيض انتم ما تقدروا تديروه اي حاجة بالنسبة لبنات باش كان دهنو الحشوة ديالنا باش كان دهنو الخبيزة ديالنا صفار بيضاء شوية ديال الصوجا او اللي ما عندو الصوجا يمكنو دير شوية ديالناس كافي اللي ما عندوش يمكنو كتافي غيب البيض اه صافي البنات وشوية دلخل باش كان تشيز الفورة مني البنات كان دهنها وكان ندلها هكا اي حاجة متوفر عندي من الفوق كان ناخد واحد سكين وكان نقطعها هكا ما كان هبطش تقطيع تل تحت البنات غير هكا ملفوق تل الوسط شوية موين من هبطش تل تحت غادي نقطعها باش كتجي واخدها ليا ديك لفهم ديال التقطع يعني كيجو هكا الطريفات طيبين مقدين كله وطريف دياله يعني واضحة البنات الامور معانا ان شاء الله رحمة الرحيم صافي كيف كتلكم ده بغدي ندخل هالفراء اللي غادي يكون مشوعو الملفوق والتحت على حرارة متوسطة هادي الطيب اونا رجعو نشوفو الشكل النهائي وانفان غزلاتي كيجا ده وشكل نهائي ديال الخبزة ديالنا محمرة ومجمرة ومجمرة والديدة البنات ودك لفخو مارجاني معلك وشوفو كيفاش كتجي هش شوخة يعني بالدقيق القمح انتمنى لفيديو تليوماتنا الاعجاب ديالكم وما تنسوش بغتاجوها مع الفمي ولا زامي وما تنسوش بلي لايك البنات ولي كومنتر اكيد ولي جديد معنا نقولو مرحبا بيكم اتنسوش تفعل الجرس بش يوصلك كل جديدين przedeوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم كلب يزو البنات متسمنى ان شاء الله الرحمه الرحيم انا نتعطل عليكم شوفو خبصنا كيف محمراء وجاربوها أكيد ما غداش تندموه إلى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيمكم كلب يزو باي باي اشتركوا في القناة